السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبيبي عاملين ايه؟ معاكم فاطمة بحاتي والنهاردة فيديو طحفة جدا هنعمل مع بعض النهاردة فطاير مورقة اسهل فطاير مورقة تقدري تعمليها في الدنيا بص الجمال بص التوريقة والطعم بقى مش قادر اقولك هو جميل قد ايه؟ حاجة كده طحفة جدا شايفين؟ شكلها حلوة قوي تقدري بقى تقدميها في فطار في عشاء للولاد في السندوش يعني ياخدوهم معهم المدرسة تقدميها مع حلو مع حادق براحتك جدا يلا بينا بقى نشوف ما قادرنا عندي نص كيلو دقيق هحتاج له حوالي كباية وربع لكباية ونص من الحليب بيضة عندنا كمان ربع كباية زيت ربع كباية سكر معلقة كبيرة خميرة معلقة صغيرة ملح وزرة فانيليا بس كده يلا بينا نشوف هنعملها ازاي انا هحط في العجان المواد السيلة كلها ادي كباية ونص من الحليب هنحتاج كمان ربع كباية من الزيت وهنضف لهم الفانيليا معلقة صغيرة معلقة كبيرة من الخل هحط كمان ربع كباية سكر بيضة وهبتدي اخلط المكونات دي مع بعض ما ننساش نحط زرة الملح هقلب كويس قوي وبعدين هضيف الدقيق ده نص كيلو دقيق تقدري او ممكن تحتاجي اكتر شوية او اقل شوية على حسب نوع الدقيق كل نوع دقيق بيختلف عن التاني في دقيق بيشرب سويل كتير وفي دقيق ما بياخدش سويل بكمية كبيرة تمام؟ بس هنا المقادير مظبوطة بالملي عجنت كويس قوي مدة ما تقلش عن عشر دقيق عايز العجينة معانا تكون مططية ولينة هايل جدا جدا شايفين العجينة عاملة ازاي؟ تحفة ولينة ازاي وما بتلزقش في الايد في منتهى الجمال يلا بينا بقى نشيلها نحطها في بولة شايفين العجينة طريقة دقيق تحفة هدهن البولة بمعلقة من الزيت وحط فيها العجينة اللي تعجنت عشر دقايق وغطيها كويس هدهن الاول بالزيت وبعدين هغطيها كويس قوي ببلاستيك وبعد كده هنغطيها بفوطة نظيفة وحطها في مكان دافي علشان تخمر ويرتفع حجمها ويضاعف حجمها وتبقى بالشكل ده ما شاء الله بجد هنفتح عليها بقى ونبدأ نخرج منها الهوى شايفين شكل العجينة عامل ازاي؟ طحفة خمرانة وما شاء الله بجد جميلة جدا خرجنا منها الهوى وحاول اقسمها جزئين علشان يبقوا سهلين علي وانا باشتغل حلوة قوي وقدي الجزء التاني زي الفل هغطيهم برضو علشان ما ينفعش اسيب الكور مكشوفة هتنشف الشاو مش هعرف افردها بسهولة هاخد كل كورة وابتدي افردها على شكل مستطيل بالشكل ده افردي بقى على قد ما تقدري طبعا هنرش الرخامة بتاعتنا بالدقيق ونفرد قد ما نقدر عايزين هرؤيقة عشان تلف معانا عدد لفات كبير وتبقى مورقة بطريقة اكبر تمام يلا نفرد كويس اوي 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 بصور اي اخلص ازاي هجيب بقى نص كباية من الزبدة الطرية او السايحة وابدأ ادهن العجينة بتاعت اللي انا فردتها بسمك رؤيق جدا هدهنها بالزبدة بشكل كافي وابتدي بعد كده اعمل العجينة رول والفاة حوالين بعضها زي ما نشايفين كده حلو جدا جدا هايل لغاية ما نخلص خالص خلصنا خلاص الرول هبتدي بقى قطعه بالتساوي بطول حوالي 6-7 صمتي او على حسب ما انت عايزاها كده حلو جدا هاخد كل واحدة هقطعها بالسكينة من غير ما وصلها لتحت يا دوبك كده شايفين وهعمل بس علامة في النص التاني وعلامة في النص التاني بس كده يبقى مفتوحة من النص وعلامتين على الجناب تاني هقطعها من النص كده تبقى كده من غير ما وصلها للارضية واعلم علامتين على الجنبين وابتدي ارصف صنية مدهونة بالزيت دهنة بسيطة ويفضل الصواني الالومنيوم علشان توزيع الحرارة التشكيل سهل وبسيط ودي تاني واحدة او تاني كورة زي ما اتفقنا بنفرد على دقيق والشكل يكون مستطيلي زي ما انت شايفين كده وهنفردها قوي تبقى رؤياء خالص علشان تلف معانا عدد لفات اكبر وتورق معانا وتبقى حلوة جدا جدا طريقة سهلة وبسيطة هتعمليها مفيش عشر دقايق ومش تاخد منك وقت غير يا دوبك هو وقت التخمير واهم حاجة الزبدة تكون طرية او سايحة تمام عشان تدهيني بيها وتتوزع معاكي بسهولة وبعد كده بعد ما بنوزع الزبدة هنعملها رول ونلفها حوالين بعضها بالشكل ده الطريقة سهلة خالص وبسيطة بس النتيجة بجد طحفة جدا 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 نقدر ناكل بيها حاجات مسكرة نقدر ناكل بيها حاجات حدقة في الفطار في العاشة للولاد في المدرسة زي ما تحبي جميلة جدا جدا هنلف كده لغاية ما نخلص كله ونقطعها زي ما شفته التقطيعة من النص نفتحها فتحة كبيرة بس ما نوصلهاش لتحت ونعمل حزين من الطرفين يبقى من النص كده وعلمتين بس من الطرفين بالشكل ده تمام سهلة جدا وبسيطة وشكلها كمان النهائي هايل جدا جدا يلا بينا بقى بعد ما رصناها في الصينية هندخل الفرن على درجة حرارة 220 بس قبل ما ندخل الفرن طبعا لازم نخمرها مرة تانية وندهن وشها ببيضة البيضة دي هنزود عليها معلقتين من الحليب ومعلقة من الخل وندهن بيها وش الفطير بتاعتنا شايفين بعد ما خمرت حجمها كبر ازاي هندهنها بخفة خالص ببيضة عليها معلقة خل ومعلقتين حليب هنقلبهم مع بعض كويس وندهن ممكن كمان روشة بسيطة من السكر والفرن بتاع على 220 هنحط الرف او نحط الشبكة قريب من الارضية ودخل الفطير بتاعتي لغاية ما تاخد لون من فوق ومن تحت ولو الشواية بتشتغل شغاليها علشان تاخدي نتيجة سريعة نتيجة سريعة هتطلع معاك الفطير هاشة وطرية جدا جدا ده شكلها بعد ما طلعت من الفرن واو بجد شايفين شكلها حلو قد ايه طحفة جدا جدا جميلة هنقدمها بقى زي ما قلنا كوباية شاي كوباية شاي بلبن مع اي نوع بقى جبن مربة زي ما تحبي هي جميلة وهتتقدم مع حاجات كتيرة جدا كوباية شاي بقى حلوة كده وتفضلوا معنا عايز اقولك بجد طعمها في منتهى الجمال انا كالتام عجبنا حدقة والشاي بجد خرافة يلا بقى عايزكوا تجربوها وتقولولي رأيكو فيها ايه ضروري جدا وتبعتولي طبيقات على الجروب بتاعنا فاطمة بحيتي عايز افتح لكوا واحدة برضو تشوفوا كده من جوة الدنيا عاملة ازاي بصوا معايا بقى كده شايفين طريقة ازاي شايفين التوريقة بقى بتاعتها جميلة وبينة قد ايه وطعمها مش قادرة اقولك بقى جميلة قد ايه خصوان لما كوني مستخدمة زبدة كويسة هتديكي نتيجة هيلة جدا ماشاء الله بجد يلا بقى لو اعجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا على اليوتيوب علشان تقدري تشوفي كل الفيديوهات بكل سهولة فعلي الجرس كمان علشان اول ما ينزل فيديو جديد وصليك على طول اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة